تعتزم الولايات المتحدة طرح مشروع قرار جديد للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس على إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات القريبة من قطاع غزة مشروع القرار لقي ترحيبا واسعا من حكومة الاحتلال والتي تبذل مجهودا كبيرا لجمع أصوات الأغلبية لإقراره الحكومة الفلسطينية اعتبرت مشروع القانون بمثابة تسويق لرواية الاحتلال واستهداف واضح للشعب الفلسطيني وحقوقه بالدفاع عن نفسه هذا مشروع سخيف نكي هلي تحاول أن تقدم هدية الوداع لدولة الاحتلال الإسرائيلي قبل وداعها للأمم المتحدة من الأولى على المؤسسة الدولية أن ترى الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هذا مشروع نحن ضده وسنقاوم تمرير هذا مشروع ولن يمر هذا مشروع هناك جرائم إسرائيلية تقوم بها قوات الاحتلال جهارا ونهارا على مرأة وعلى مسمع من العالم أجمع وهناك قرارات دولية تخذت ضد إسرائيل وضد الجرائم التي تقوم بها إسرائيل لم تنفذ على الأرض الواقع وأعتقد أن حماس حركة وطنية حركة فلسطينية وإن اختلفنا في الآراء تبقى حركة وطنية وحركة فلسطينية تقاوم الاحتلال من حق حماس كباك الشعب الفلسطيني وكباك الفصائل الوطنية والإسلامية أن تقاوم الاحتلال الذي ينتهك أرضنا والذي ينتهك مقدساتنا